ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية استحالي أنك ترث الحياة بقوتك بصلاحك بتدينك في برك أنا بتكلم في موضوع الخلاص لأن الشخص اللي بيخلص لازم الثمر الأول بقول اصنع لكم أثمارا طليق بالتوبة بورس لما تكلم يعني عن هذا الخلاص يعني أثمار طليق بالتوبة وهذا هو مبدأ الله لازم يكون في ثمر لهذا الإيمان أحبائي فأي صلاح تستطيع أن ترضي الله وأي كمال وأي بر وأي تدين وأي شيء ممكن يرضي الله اللي بيرضي الله شيء واحد هو أن تقبل الإبن وتقبل الإبن الرب يسوع المسيح كلمة الله مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محاباة فإذن الكتاب يقول إذ كنا أموات بالذنوب والخطايا بالطبيعة أبناء الغضب أبناء المعصية طبيعتنا خطاءة ما في أي إنسان يستطيع أن يرد الله إلا من خلال يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر